من صورة الآن تنضم إلي مراسل التلفزيون العربي هديل نماس ومن الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جردات ومن واشنطن مراسلتنا ريمة أبو حمدية تحية لكم جميعا هديل سأبدأ معك بالوضع الراهن وما سبقه نعم ريمة اليوم تتكثف الاستهدافات الإسرائيلية الاستهداف الثالث حتى اللحظة حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة كفر رمان وصدف مرور سيارة أثناء استهداف هذه الدراجة الأمر الذي أسفر عن وقوع ثلاثة إصابات من المدنيين حسب ما تنقل الأبناء بالإضافة إلى استهداف في كونين أيضا لمركبة وكان في ساعات الصباح الأولى هناك استهداف في بلدة شقرة بمسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت دراجة نارية وسيارة أسفر عن ارتقاء الشهيدين وإصابة طفل بجروح جراء الصواريخ هناك أيضا قصف مدفعي في سفوري على بلدة مركبة وتعرضت بلدة كفر كلا أيضا لقصف مدفعي وحولة لغارة إسرائيلية وميس الجبل للقضائف المدفعية تأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية مع عمليات يقوم بها حزب الله الذي أعلن حتى اللحظة عن خمس عمليات قام باستهداف دبابة مركبة في موقع الراهب أيضا استهدف تموضع للجنود في موقع الراهب وأضاف التجهيزات التجسسية التي أشار في بيانها أنها مركبة حديثا في موقع الملكية وأصاب بعشرات الصواريخ أيضا موقع البغدادي وكنا قد رصدنا في المداخلة قبل قليل استهداف موقع حدب يارين الذي ممكن أن يصدر هنا بيان من قبل حزب الله باستهداف هذا الموقع هذه المواجهات ما زالت ضمن قواعد الاشتباك المعتادة مع التنويه إلى أن هناك تصاعد في عمليات الاستهدافات بغرض استهداف مدنيين أو حتى عناصر لحزب الله كان حزب الله قد نعى شهيدين اليوم وما زالت هذه المواجهات مع تصاعد التصريحات السياسية التي أكدت وحسمت توجيه ضربة إسرائيلية إلى لبنان أيضا تزامنا مع إلغاء العديد من الرحلات لشركات الطيران السويسرية الأثيوبية التركية وغيرها من شركات الطيران ديما أيضا هذا هو الوضع في الجنوب التقل إليك أحمد جرادات في جليل الأعلى أيضا لنتابع معك ما يجري الآن وهل من أي تغيير على صعيد هذه الجبهة شيء ملحوظ عسكريا استعداد ربما يعني حتى اللحظة لا تغييرات لا إصدار لتعليمات جديدة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية وحتى أن القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني أو إطلاق الصواريخ نحو كريات شموني واستهداف بعض المناطق العسكرية على الحدود مع لبنان يأتي ضمن قواعد الاشتباك المعمول عليها في الفترة الماضية بمعنى آخر أنه حتى هذه اللحظة لم توجه إسرائيل الضربة الموعودة إلى الجنوب اللبناني ولم نشهد أي قصف غير معهود من قبل حزب الله اليوم تم إطلاق أربعة صواريخ نحو جنوب كريات شموني سقطت في منطقة مفتوحة دون تفعيل صافرات الإنذار إضافة إلى اعتراض مسيرة في الجليل الغربي قبل اجتيازها الحدود بحسب هيئة البث الإسرائيلية وأيضا صافرات الإنذار دوت أكثر من مرة على هذه الحدود ولكن لافت بأنها دوت تحديدا في إصبع الجليل أكثر من مرة خشية من تسلد المسيرات يتبين بعد ذلك أنها بفعل تشخيص خاطئ ما يعني أن إسرائيل ربما رفعت حالة التأخب أيضا في نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهو ما يدفع إلى تفعيل صافرات الإنذار حتى وإن كان هناك شكوك إن كان هذا هدف جوي أم لا يتم تفعيل صافرات الإنذار من قبل المنظومة الإسرائيلية من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي هو أصلا منتشر على هذه الحدود منذ الثامن من أكتوبر دفعت إسرائيل بعشرات الآليات العسكرية إلى هذه الحدود وتمركزت في القواعد المنتشرة من رأس النقورة في أقصى الغرب من هذه الحدود وحتى هضبت الجولان السوري المحتل دفعت بقواتها إلى هذه المنطقة ولكن في الفترة الأخيرة شهدنا عدة تدريبات من قبل الجيش الإسرائيلي تحاكي هجوما بريا على لبنان في الساعات الماضية تم عقد أكثر من جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في داخل الجيش الإسرائيلي أبرزها على هذه الجبهة كانت برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي يو أف جالنت ورئيس الأركان الذين صادقاء على خطط الهجوم على لبنان وأيضا قائد القيادة الشمالية التقى بقادة من سلاح الجو الإسرائيلي وذلك لفحص بنك الأهداف الذي بحوزت القيادة الشمالية ضد حزب الله ومن جهة أخرى هناك حالة من التأخب في سلاح الجو الإسرائيلي بمعنى فرز عدد من الطائرات الحربية الهجومية بحسب موقع والله لتكون على أهبة الاستعداد وأيضا زيادة الطائرات التي بالأصل هي موجودة في سماء هذه المنطقة في محاولة لاحتراض أي هدف جوي يحاول تجاوز الحدود مع لبنان لذلك نتحدث حتى هذه اللحظة عن هدوء حذر عن عمليات في سياق المعتاد على هذه الحدود ولكن الرد الإسرائيلي أو الهجوم الإسرائيلي المرتقب وطبيعة رد حزب الله على الهجوم الإسرائيلي ربما هو ما سيحدد شكل هذه المنطقة وهذه الحدود إن كنا أقرب إلى الحرب والمواجهة أو إلى إعادة احتواء الموقف إذن الترقب الحذر جدا وفي هذه الأثناء ريمة أبو حمدية البيت الأبيض يصدر بيانه ويعيد التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها جون كيربي أيضا يتحدث ويقول هضبة الجولان جزء من إسرائيل في سياق داعم أمريكي فم التفاصيل بالفعل لم تخرج تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن التصريحات المعهودة من واشنطن من التأكيد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات إلى الحديث بأنه سيترك لإسرائيل كما جاء أيضا في البيان الذي صدر أمس عن مجلس الأمن القومي سيترك لإسرائيل الحديث عن طبيعة هذا الرد القرار بشأن طبيعة هذا الرد وكيف يمكن أن يكون بيد إسرائيل كما يقول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي ولكن لربما اللافت أيضا في الأمر بأن واشنطن تؤكد أيضا أنها لا تريد لهذه الحرب أن تتوسع لا تريد أن تنزلق إلى حرب إقليمية وأن المفاوضات جارية والمحادثات متواصلة مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي ومنع انزلاق هذه الحرب إلى حرب إقليمية بل إنه قال أنه يعتقد بأن الحديث حول اتساع رقعة هذه الحرب حديث مبالغ به ولا يوجد إشارات حتى هذه اللحظة كما يقول على أننا يمكن أن نتجه إلى مثل هذا الحرب ولكن مع ذلك يؤكد أن واشنطن تواصل محادثاتها مع الطرفين بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي هذا هو الحل الذي تريد واشنطن أن تراه يتحقق بالرغم من هذه الضربة التي تتهم إسرائيل حزب الله بها أيضا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي مرة أخرى يؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن يقول أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة وأنه لا يعتقد أنه لا يمكن سد الفجوات المتبقية في هذه المحادثات وبالتالي لا يرى أن ما جرى من هذا الهجوم على مجد الشمس سوف يؤثر سلبا على هذه المحادثات التي تجري بشأن وقف إطلاق النار في غزة ما يسمح بوقف إطلاق النار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ولكن أيضا خروج أو استعادة المحتجزين من داخل قطاع غزة بكل الأحوال واشنطن تؤكد على أنها لا تريد لهذا التصعيد أو لا تريد لهذه الحادثة أن تؤدي إلى التصعيد والمباحثات متواصلة بين الولايات المتحدة والجانبين الإسرائيلي واللبناني بهدف منع هذا التصعيد وهذا ما نتابع حاليا من ضمن العواج الأهداف التي تستهدفها إسرائيل سبق وتم استهدافها غارة إسرائيلية الآن تستهدف بلدة كفر كيلة وبي لبنان هل من تفاصيل أكثر عن هذا هديل؟ دماء الغارة الثالثة اليوم على هذه الغارة على بلدة كفر كيلة كان هناك غارات على حولة وكفر حمام لكن نضيف إلى أن هناك أنباء الاستهداف الأخير الذي وقع في بلدة كفر رمان والذي كان متوجها لدراجة نارية أصاب السيارة كانت تتواجد بالصدفة في نفس المكان أنباء عن شهيد في هذا الاستهداف وعدد من الإصابات غير واضح بعد هوية الشهيد الذي ارتقى في غارة كفر رمان الاستهداف الثالث منذ ساعة الصباح اليوم كان هناك أيضا في ساعة الصباح شهيدين في غارة بلدة شقرة واستهداف آخر في كونين لم يسفر إلا عن إصابات هناك كثافة في عدد الاستهدافات لإصابة الأشخاص المدنيين أو حتى عناصر حزب الله بالإضافة إلى الكثافة في الغارات والقصف المدفعي والقذائف الفسفورية حيث كانت قد تعرضت ميس الجبل ومركبة وكفر كلا أيضا قبل هذه الغارة تعرضت لقذائف مدفعية إسرائيلية ديما شكرا جزيلا لشبكة مراسلية تلفزيون العربي من صور مراسلة العربي هديل النماس من جليل الأعلى أحمد جرادات ومن واشنطن ريمة أبو حمدي التلفزيون العربي